موسيقى يعطيكم العافية كيفكم طلاب احنا اليوم شو هلأ بجزء الثالث انتوا اكيد الجزء الاول ريحته شوي جزء الثاني ريحته شوي جزء الثالث بدي اضيف اسئلة هلأ اكيد بعد جزئين صرتوا مناح راجعتوهم فبنا نأخذ هيك سؤالين ثلاثة دمهم خفيف بالله نشوف يعني هيك كتب ثلاث اسئلة حلوات والله سطح مساحته اربعة بالعشرة متر مربع مغبور في مجال منتظم مقداره اثنين بالعشرة تسلة اذا كان التدفق ثماني بالمية فان اتجاه متجه المساحة هل هو عمود على اتجاه المجال موازل اتجاه المجال يصنع ستين مع المجال ثلاثين مع المجال طور روحك شوي شو قانون التدفق التدفق قانون بي في اي في كوساين ثيتا صح صح قديش التدفق ثمانية بالمية ثمانية في عشرة قوة سالب اثنين قديش البي اثنين بالعشرة اثنين بعشرة قوة سالب واحد قديش الاي اربعة في عشرة قوة سالب واحد في كوساين ثيتا هاي وهاي مع هاي بتروح وهاي مع هاي مع هاي بتروح بيظل واحد يساوي كوساين ثيتا معناته ثيتا تساوي صفر طب متى بتكون ثيتا صفر متى بتكون ثيتا صفر عندما بي يعامد المستوى او يوازي متجه المساحة طيب هو بقول لي ها متجه المساحة يعني بحكيه عن هذا هل هو يعامد اتجاه المجال لا هو لا يعامد هو بسألة عن هذا هلا ها ان اتجاه متجه المساحة يعامد اتجاه المجال لا موازي اه نعم هو يوازي متجه المساحة ثيتا صفر يصنع يصنع اكيد لا ترى دائرة حلوة يلا ملف موضوع في مجال منتظم بحيث كان متجه المساحة باتجاه المجال يا السلام يا السلام هاي متجه المساحة تمام فكان خلينا شوف هاي الحالة الاولى هاي طلع طلع متجه المجال باتجاه متجه المساحة ماشي اصبحت الزاوية ستين يعني الزاوية صارت ستين يعني هون كانت الزاوية صفر شوف متجه المساحة باتجاه المجال متجه المساحة باتجاه المجال يعني نفس الاتجاه يعني الزاوية صفر صارت الزاوية ستين شو بصير للمجال وشو بصير للتدفق شوف يا جماعة المجال ثابت أولا هو منتظم اثنين هل هو قل لي قاربنا ولا بعدنا خطوطه يعني هل قل لي أنه بعدنا الخطوط قربنا الخطوط ولا ميلها ميلها يعني الخطوط كانت هيك صارت هيك ها الخطوط كانت هيك صارت هيك بس لا قرب ولا بعد معناته قلبي ثابت بس هسا التدفق لا اتأثر التدفق اتأثر نعم التدفق شو قانونه بي في ايه في كوساين ثاتا هلأ الايه ثابت يعني ما غيرنا مساحة البي ثابت حكينا فصف التدفق باعتمد على الزاوية طب هون كوساين الصفر قديش واحد طب هون كوساين الستين نصف معناته التدفق يقل اذا التدفق يقل معناته يا سيدي الاجابة بالنسبة للمجال لا يتغير بالنسبة للتدفق يقل لانه انا انتقلت من هذا الوضع الى هذا الوضع وكوساين الصفر اكبر من كوساين الستين اسئلة حلوة ترى خفيفة بس حلوة شوف هالسؤال ما احلى في عندي سطحين واضح انه ما لهم نفس المساحة بس واضح انه بخترقهم نفس عدد الخطوط خط خطين ثلاث أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة فبدو يسألني عن البي وعن الفاي جماع عشان الخص عليك الموضوع الفاي عد الخطوط الفاي عد الخطوط اللي بتخترق السطح خط خطين ثلاث أربعة خمسة ستة خط خطين ثلاث أربعة خمسة ستة اذا نلهم نفس التدفق المجال شوف التقارب والتباعد اذا يوم بدك تقارن الفاي شوف الخطوط شوف تشوف الخطوط البي شوف التقارب والتباعد يلا التقارب والتباعد طب عد الخطوط ستة بستة إذن نفس التدفق طب هون متقاربة هون متباعدة يعني المجال اللي هون أعلى من المجال اللي هون أعتقد الجواب G شوف B1 أكبر من B2 لأنه هون تقارب هون تباعد بس إلهم نفس التدفق رياضيا إذا بدأ أشرح لك رياضيا شوف هون الB كبير الA قليل هون الB قليل والA كبير يعني المساحة أكبر فمثلا لنفترض الB ثمانية والA ثنين هون لنفترض الB أربعة مثلا أو خلينا نقول أنه أخذ رقم غير الأربعة صبركم شوي ولو نهي ترى يعني شوفه هو مش بحاجة والله مش بحاجة مش بحاجة لهذا التفسير الB قليل مثلا خليني أخلي أخلي ثنين وأقلب هاي ثمانية بصير هسا بدك تحسب التدفق هون B في A ثمانية في ثنين هسا بدك تحسب التدفق هون B في A اثنين في ثمانية فالناتج ستة عش في الحالتين بس هسا رياضيا هلأ نظريا ستة خطوط ستة خطوط نفس التدفق طب تقارب تباعد معناة المجال اللي هون أعلى من المجال اللي هون رياضيا هاي ها مجال كبير ومساحة قليلة هون مجال قليل ومساحة كبيرة فهمنا كيف فمثلا يوم أضرب ثمانية باثنين ثمانية باثنين مجال كبير هذا B وهذا A هي نفسها ها هي نفسها اثنين بثمانية يعني هون مجال كبير هون المجال صغير هون المساحة صغيرة هون المساحة كبيرة مثلا فحاصل ضرب ثمانية باثنين يساوي اثنين ضرب ثمانية هلأ هذا أنا عارف أنه ذهنك راح على الجزء الأول أعتقد هلأ برجع لك على الجزء الأول بلاش يكون عندك مشاكل هون طلع لي هون الجزء الأول هذا اللي حلناه هون الوضع كان شوي مختلف خذها من وين ما بدك البي التدفق بي في ايه صح نفس المساحة هذو نفس المساحة طعب بي اللي هون أكبر من بي اللي هون معناته تدفق اللي هون أعلى من التدفق اللي هون يلا ايد معي نجيها نظري البي تقارب تباعد البي اللي هون أعلى من البي اللي هون تدفق عدد خطوط هون ستة هون خمسة إذا بتتذكروا يعني هون خط خطين ثلاث أربع خمسة هون خمسة بس فالتدفق اللي هون أعلى من التدفق اللي هون والبي اللي هون أعلى من البي اللي هون رياضياً مش الآية ثابت هون نفس المساحة كانوا فاللي ما جاء له أعلى تدفقه أعلى هس هون شوي الموضوع اختلف نوعاً ما هون اختلفوا بالمساحة نيجي نظري البيل اللي هون أعلى من اللي هون تقارب تباعد التدفق هو هو الخطوط اللي هون نفس الخطوط اللي هون تعال رياضيا هذا سبق هذا بالمجال وهذا سبق هذا بالمساحة فهون حاصل ضرب كبير في قليل بده يساوي حاصل ضرب قليل في كبير فهون مجال كبير ومساحة قليلة هنا مجال قليل ومساحة كبيرة شوف مجال كبير ومساحة قليلة هنا مجال قليل لأنها متباعدة ومساحة عالية فالناتج هو هو يعطيكم ألف عافية بجزء الثالث هيك أنا شايفكم كويسين هلأ خلاص إن شاء الله يعني الحصة الأولى قسمناها ثلاث أجزاء عشان تحموا شوي بعدها ندخل إن شاء الله في العنوان اللي بعديه سلام عليكم يعطيكم العافية لا تنسونا من دعاكم الله يسعدكم اشتركوا في القناة